هاو عندكم رزيق برق هذا وزير تعتجار اليوم اليوم خالها بدون حياة قررنا نسقه مع الامن واذا دخل الامن في الزيت واذا دخل الدرك في الزيت يديروا احتجاج المعلمين جيب الامن يديروا تعزيج جيب الامن يديروا انتع مثلا اي حاجة الاجهزة الامنية ماذا مخدومة لهذه الاشياء هذا اخفاقاتكم انتوما السياسية كي لا تنجموش قاعد في البيئة ووزير قال اسمع عندنا زيت روح جيب كذا ما تعرش بلي الاجهزة الامنية لما تكسر عليها الطالبات من هنا ومن هناك يولي عندهم الضغط ولما الضغط اللي يجي قدومي يكرزيوا هاكم تشوف انتوما شرطي في باب الواد يحكم الكابوس ويقتل الناس بونجستار احنا احنا الكوبوية في البلاد تخذ الكابوس تضرب الناس وهكذا وقال لك لا وهذا كذا لا 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 انت رجل الامن مكون على انك تضبط عصابك وتضبط اخلاقك وتضبط فمك وقال لك والاخرين قال لك لا 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 هذا السيد رأي يشرب المخذرات طيب يشرب المخذرات هذا يشرب المخذرات روح انتهى اولا عاقبه مش كوخة عاقبه مش تكتلوا برصاص قدام الناس تضربه في فم وتزيده في ظهره لا 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 مش عذر هذا لا يستفيد من الظروف المخططة هذا قتل عمد تشبه السلاح انت عدد دولة تضربه الشعب انت لست امينا بلدية جيبوها الشباب يروح يتحالفوا صحاب المال ويضيها واحد صحاب الملياردار والزبل ما نحاش هيا اشوف الان انا امروا ساعات تصيب حفرة في الطريق ثلث شهر يديروا بياد ندع الزبل في قدام الحفرة يديروا البلوء ندع الحفرة كين يعني حفر المفروض عليك في ازود شوائع تتنحى تبقى بكل شر مع شر إذن القضية ينبغي علينا ان ندرك نحن لماذا نتكلم هذا لأننا نشم بأن هناك شي سيأتي نشم عندنا حاسة إذا بقات الأمور كما هكذا سوف يأتي إذن للمشكل لا بد من حلها أزمة الجزائر ليست أزمة زيت ولا سكر ولا خبز ولا ولا نعم هذه موجودة الأزمة هذه من أفار النظام السياسي الفاسد مبنى عليه فساد اقتصادي وفساد اخلاقي وفساد اجتماعي وفسد كذا إذا لم يصلح النظام السياسي قد وعد يقول لي مثلا هاوع الغرب حكام الغرب مسلمين يصلوا يصوموا يحجوا قالك احنا يا الدنيا برك الدين ما فصل الدين عن الدولة احنا نقوم بالدنيا انتع الناس أكلهم شربهم عدلهم الطرقات انتاحهم الصحة انتاحهم النشاط الفكري الثقة فيه هذا هو أما الدين تحب تصلي صلي تحب ما تصليش ما تصليش كذا يعني هذا الكفار قايمين بدنيا الناس انتم لا تقومون لا بدنيا الناس ولا بدين الناس ولا بأخلاق الناس انتم عالى على الشعب الجزائي حكامة العرب